موسيقى السلام عليكم و أهلاً و سهلاً بكم مشاهدين الكرام في نشرة الأخبار من قناة السعودية نستهلها بالعنوين خادم الحرمين الشريفين و سمولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ سالم الصباح رحمه الله سمولي العهد يهنئ هاتفياً رئيسة جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة إعادة انتخابه موسيقى الجامعات تحذر من حسابات وهمية بالتواصل الاجتماعي تستغل الراغبين في الدراسة أمانة الرياض تكشف عن عزمها تنفيذ مشاريع جديدة لدرء يختار السيول وتأهيل الأودية أهلاً بكم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة لسعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية عزاو ومواساة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دورة الكويت في وفاة سمو الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح رحمه الله وعرب الملك وولي العهد عن أصدق التعازي والمواساة سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته كما بعث سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية عزاو ومواساة لسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد في دورة الكويت في وفاة سمو الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح رحمه الله أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل السعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم بفخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا وخلال الاتصال جدد سمو تهنئته لفخامة الرئيس سيريل رامافوزا بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة وقد جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبول تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات كما جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك كشف برنامج خدمة ضيوف الرحمن عن خطة لاستضافة 15 مليون معتمر في العام المقبل 2025 فضلا عن تطوير 15 موقعا اسلاميا وثقافيا في العام نفسه لتعزيز مكانة المملكة في إثراء تجربة ضيوف الرحمن واستعاب الأعداد المتزايدة من المعتمرين سنويا رحلة تحول لخدمة ضيوف الرحمن في مكة والمدينة لتلبية احتياجاتهم خلال أدائهم مناسك العمرة وتوفير سبل الراحة لهم على مدار العام برنامج خدمة ضيوف الرحمن كشف عن خطة تستهدف استضافة 15 مليون معتمر في 2025 وفق منظومة رقمية وبنية تحتية متطورة بمعايير عالية فضلا عن تطوير 15 موقعا اسلاميا وثقافيا في العام نفسه مع تأهيل وتحسين مواقع تاريخية اسلامية وثقافية في مكة والمدينة مما سيعزز من مكانة المملكة في إثراء تجربة ضيوف الرحمن نظرة مستقبلية تتزامن مع المؤشرات الحالية إذ كشف البرنامج في تقريره السنوي لعام 2023 تجاوز أعداد معتمري الخارج 13 مليون معتمر بنسبة الزيادة بلغت 58% في أعداد المعتمرين من الخارج في ذات العام جهود تتوالى لتحقيق الأهداف المرجوة في زيادة استقبال ضيوف الرحمن سنويا إذ تتطلع المملكة إلى استضافة 30 مليون معتمر بحلول 2030 عبر إجراءات سهلة وميسرة وحلول فعالة ومبتكرة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المعتمرين كشفت وزارة العدل عن إنجاز مركز تدقيق الدعاوة أكثر من سبعة ملايين خدمة تدقيق لصحائف الدعوة الواردة إلى جميع محاكم المملكة منذ تجشين المركز وأشارت الوزارة إلى أن مركز تدقيق الدعاوة أنجز أكثر من مليون وثلاثمائة ألف خدمة تدقيق لصحائف الدعوة الواردة لجميع المحاكم خلال العام الجاري ألفين واربع وعشرين ووضحت أن مركز تدقيق الدعاوة يسهم في تقليص المدة الزمنية لنظر القضايا وعدد الجلسات وتسهيل إجراءات رفع الدعاوة كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن عقود استقدام خدمات العمال المنزلية في منصة مساند وصلت إلى أربعمائة واثني عشر ألف عقد خلال النصف الأول لألفين واربع وعشرين ووضحت الوزارة أنه جرى إضافة دول جديدة للاستقدام ليصل العدد الإجمالي إلى ثلاث وثلاثين دولة مشيرة إلى أنه جرى تسجيل مكاتب استقدام معتمدة وصلت إلى تسعمائة وسبعة مكاتب وأكثر من ثمانية آلاف مكتب خارجي وبيّنت أن عدد المستفيدين من خدمة نقل خدمات العمال من فرد لفرد وصل أكثر من واحد وستين ألف صاحب عمل حذر الأمن العام من الحسابات والمواقع المزيفة التي تنتحل صفة غير صحيحة وتهدف إلى بيع سلع أو تقديم خدمات ودع الأمن العام للإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية عبر مراجعة أقرب مركز شرطة أو عبر تطبيق كلنا أمن دعت أمانة منطقة الرياض الشركات ذات الكفاءة العالية في مجال درء أخطار السيول وتأهيل الأودية إلى تقديم طلبات التأهيل للمشاريع الجديدة وتقديم المستندات لبدء التأهيل عبر منصة كافو ابتداء من اليوم وحتى مطلع سبتمبر المقبل ووضحت الأمانة أن هذه المشاريع تشمل واديين على مستوى المنطقة هما وادي السلي ووادي حنيفة وما يتفرع منهما من أودية ومجاري للسيول أطرق المركز الوطني للفعاليات بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال الرقمية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت مبادرة وطنية مشتركة لتعزيز الابتكار الرقمي في المركز الوطني للفعاليات وتهدف هذه المبادرة إلى فتح قناة جديدة ومباشرة مع المجتمع الخارجي للتوعية بقطاع الفعاليات وإشراك المجتمع بشكل عام والمهتمين بشكل خاص في الوصول إلى حلول رقمية لمعالجة تحديات قطاع الفعاليات قدم صندوق تنمية الموارد البشرية استثناء في أحد شروط منتج دعم التوظيف وذلك لدعم وتمكين منشآت القطاع الخاص ورفع معدلات توطين الفرص الوظيفية لدى المنشآت وأشار الصندوق إلى أن الاستثناء تضمن السماح للمنشآت برفع طلبات الدعم من اليوم الحادي والتسعين إلى اليوم المائتين وسبعين من تاريخ تسجيل الموظف لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على نفس المنشآة بدلا من اليوم مئة وثمانين من تاريخ التسجيل وذلك لمدة شهرين ومن ثم تعود آلية منتج دعم التوظيف كما كانت سابقا حذر عدد من الجامعات من خطورة الحسابات الوهمية التي تنشط عبر منصات التواصل الاجتماعي في هذه الفترة ونبهت بوجود حسابات وهمية تدعي التقديم الإلكتروني نيابة عن المتقدمين إضافة إلى تقديم خدمات التسجيل بمقابل مالي ونشر معلومات خاطئة عن القبول في برامج الدراسات العليا بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد تنفذ وزارة التجارة جولات رقابية دورية على مناثذ بيع المستلزمات المدرسية من مكتبات ومحال قرطاسية في مناطق المملكة وتهدف هذه الجولات للتحقق من توافر المنتجات والسلع المدرسية وبدائلها والتأكد من وجود بطاقات السعر على المنتجات وعدم اختلاف السعر الرفع للأسعار المدونة على أجهزة المحاسبة بالإضافة إلى التحقق من امتثال منافذ بيع المستلزمات المدرسية للأنظمة وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين انطلقت منافسات أولمبياد المواصفات الدولي في نسخة التاسعة عشرة والذي تستضيف كوريا الجنوبية بمشاركة طلبة المملكة من مرحلتي المتوسطة والثانوية بالشراكة مع وزارة التعليم وموهبة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تعتزم أمانة المنطقة الشرقية استحداث واجهة شاطئية ترفيهية منفردة ذات طابع بي يدعم مكتسبات محافظة الخبر وذلك على مساحة تزيد عن 13 ألف متر مربع مما يسهم في تعزيز مقومات الجذب السياحي وإيجاد معلم جديد لزوار الخبر وشارت إلى أن المشروع يتميز بلمسة جمالية من خلال الاهتمام بأعمال الزراعة والتشجير التي سيتم تطويرها وتوزيعها بشكل متناسق إضافة إلى الإضاءة التجميلية ذات التصميم الحديث والمبتكر وممرات للمشاه وأماكن جلوس وأخرى للشواء أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن استقبال أسواق المملكة 11 نوعا من الفاكهة المحلية الطازجة خلال الشهر الحالي جاء ذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير المنتجات الزراعية الطازجة للمواطنين والمقيمين وفق مستدفات رؤية السعودية 20-30 دشنا أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور فيصل بن عياف موسم عتيق للتمور 2024 بنسخته الثالثة تحت شعار حي التمور والذي يعد أكبر مواسم التمور في المملكة ويتضمن الموسم 16 مسارا للدلالة و60 مبسطا بالإضافة إلى متجر إلكتروني يسهل الوصول للمنتجات الجميع أنحاء الرياض إذ استقطب الموسم أكثر من 800 ألف زائر وتم تداول قرابة 30 ألف طن من التمور في أكثر من 11 مليون و 500 ألف عبوة بإجمالي مبيعات بلغة 156 مليون ريال كشفت نيوم عن أن 5% من مساحة المدينة ستحتضن ابتكارات معمارية مستدامة مصممة لتتناغم مع الطبيعة أضافت نيوم أن مساحة المدينة المتبقية ستكون مصممة من أجل الطبيعة والإنسان حيث تتواصل الجهود لتنمية الغطاء النباتي وإعادة الحياة البرية في المدينة التي تتمتع بجغرافيا وتضاريس طبيعية بداية من صحاريها الساحرة مرورا بشواطئها البكر وحتى أعماق البحر وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقية مع شركة الدرعية لرعاية بطولة كأس السوبر 2024 لتحمل البطولة مسمى كأس الدرعية للسوبر السعودي هذا ويلتقي فريقاء الهلال والأهل مساء اليوم وذلك عندما يلتقيان في نصف نهائي كأس السوبر في مدينة أبهى وستقام البطولة خلال الفترة من الثالث عشر للسبع عشر من أغسطس المقبل وبمشاركة أندية الهلال والنصر والأهل والتعاون في ختام النشرة تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة خادم الحرمين الشريفين وسمولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ سالم الصباح رحمه الله السمولي العهد يهنئ هاتفيا رئيسة جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة إعادة انتخابه الجامعات تحذر من حسابات وهمية بالتواصل الاجتماعي تستغل الراغبين في الدراسة أمانة الرياض تكشف عن عزمها تنفيذ مشاريع جديدة لذرء أخطار السيول وتأهيل الأودية شكرا لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة